تتصاعد نبرة المسؤولين في الاقتصادات الكبرى حول العالم بشأن السحب من احتياطاتها الاستراتيجية النفطية بعد أن عجزت عن الضغط على منظمة أوبيك وحلفائها في الدفع بمزيد من المعروض النفطي وساهم ترسم بايدن اللجوء إلى الاحتياطية الاستراتيجي في دفع أسعار الخام إلى التراجع خلال الأيام الأخيرة وسطات رقب وحدر في السوق لمدى إمكانية تنفيذ الخطوة على أرض الواقع غير أن تمتا هواجس أن يتحول التلويح إلى فخ تذهب إليه الاقتصادات الكبرى بنفسها وفق محللين وستدفع ثمنه نظير تحاشي غضب مواطنها من زيادات الأسعار فلجوء واشنطن إلى الاحتياطي الاستراتيجي ينطوي على مخاطر رغم تخفيفه صدمة الأسعار إلا أن تأثيره قد يكون ضائلا بالنظر إلى الكميات المتاحة أمام إدارة بايدن لاستغلالها في تنفيذ خطوته المقدرة بستين مليون برميل كحد أقصى فرغم تراجع أسعار الخام عالميا خلال الأيام الأخيرة تحت ضغط ارتفاع الدولار فضلا عن المخاوف من عودة دول أوروبية إلى الإغلاق العام إلا أن أسعار النفط عاودت الارتفاع وسط توقعات من كبرى بنوك الاستثمار في العالم بتخطيها المائة دولار للبرميل العام المقبل وتبدو الدول الأخرى على رأسها اليابان والصين حاضرة أيضا في إقدام على السحب من احتياطاتها النفطية رغم نبرة التصريحات المندفعة نحو تجسيدها وهنا تعكف اليابان بعد رفض هندي مطلق لدراسة شروط وظروف للتغلب على القيود المفروضة على السحب من احتياطاتها الوطنية من الخام ويبدو أن الضغوط المتبادل بين أوبيك بلاس والدول الكبرى المستوردة للنفط لن تهدأ قريبا بالتزامن مع تمسك تحالف المنتجين بضبط الإمدادات لصد تكهنات تخمة المعروض التي أحدثها النفط والصخر الأمريكي وضغوط واشنطن خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لخفض الأسعار فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد الذي جرفت الأسعار إلى الهاوية في العام الماضي